موسيقى مشاهدي سبوت شوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظار وضيفي اليوم الدكتور عماد رزق الباحث في شؤون الأمنية أهلا وسهلا فيك شكرا للاستضاف من هذه المنصة ومنذ شهر ونصف تقريبا ذكرت معي حضرتك بالحلقة أن هناك استعدادات لقصف طهران وبأن نتنياهو مصر على استفزاز إيران وجرها إلى المعركة كأن هذا الموضوع اليوم حدث أو شك على الحدوث برأيك هذا شيء مخطط له وما الذي نتوقعه في الأيام المقبلة؟ شوف بالحقيقة اللي وصلنا له بغض النظر عن الموقف الأمريكي الحقيقي بغض النظر عن ما قامت به يعني كوات الجوية الإسرائيلية بقصف للكونسولية الإيرانية بدمشك وبغض النظر عن حجم الرد الإيراني يلي إجا متدرج يعني على عدة دفعات يلي استهدف الداخل الفلسطيني المحتل ومواقع عسكرية بالتحديد حتى هذه اللحظة المعلومات تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ما زال يعد لتنفيذ عملية على الجانب الإيراني بغض النظر عن كل ما يقال أنه تم تأجيل العملية أو تم التغاضي عنها أو هناك محادثات أمريكية إيرانية في سلطنة عمان أو ما يقوم به رئيس الوزراء العراقي أو القناة عبر الجانب القطري أو حتى قناة سويسرية أو قناة ألمانية تقوم بمفاوضات عبر مع الإيراني مع الأمريكي أنا بقدر أكد من هذه المنصة وما زلت عند كلامي هناك قصف وهناك استهداف إسرائيلي للداخل الإيران على أي شكل اليوم إسرائيل كأنه ماسكي وردي عم تقول بضرب ما بضرب للمرة التاسعة مجلس الحرب يفشل بأنه يخطط أو يوصل لحل أو يوصل لرؤية واضحة ومشتركة يقدروا أن يبنوا عليها الأيام المقبلية هل تقول لي بأن تلك التصريحات الإسرائيلية يعني هدفها يمكن التمويه أو التعمية عندما تم ضرب الكنسولية عندما تم الاستهداف الأربعين للحرس الثوري الإيراني داخل سوريا والعراق لأنه مسلسل يعني بدأ أو بدأ ما قبل اغتيال اللواء قاصف سليماني وصولا إلى التنفيذ الاعتداء على الأرض الإيرانية اللي هي الكنسولية في دمشق بكل هدى المسار الجانب الإيراني كان يستخدم الصبر الاستراتيجي حتى قوى المقاومة كانت تستخدم الصبر الاستراتيجي بمعنى محدودية الرد محدودية الجغرافيا بالرد ومحدودية استهداف يعني النقاط الأهداف لذلك أمين عام حزب الله يوم بدأ مساندة ومناصرة ودعم المقاومة الفلسطينية والقضية الفلسطينية قال نحن معركة بالنقاط اللي بدي يقوله هلأ نحن دخلنا المرحلة الثانية من مرحلة بالنقاط وهيدي معركة بالنقاط بدأت من حرب تموز 2006 كيف يعني؟ الاستهدافات الإيرانية يلي استهدفت أكان في منطقة النقاط القواعد العسكرية أو في منطقة الجولان كانت إشارة إشارة لشغلتين الشغلة الأولى أنه استدراج الجانب الإسرائيلي لأنه كان في إعداد إسرائيلي للرد فورا على الهجوم مش يعني لا ينتظر ساعات فورا يعني الصواريخ عم تتساقط طائرات الإسرائيلية كانت معدي لتنفيذ غارات على الداخل الإيراني هادي واحد وماذا ستستهدف هذه الغارات وهيدا بازال موجود عنا قطاعين أساسيين قطاع مصافي النفط يلي هادي الولايات المتحدة ما وافأتها لها اثنين وخاصة أن الشركات الصينية بغطاء إيراني تعمل في الداخل الإيراني وهي بتصدر للخارج بس هي شركات صينية وهيدا الجانب الأمريكي حذر منه لأنه بيعمل تداعيات على الاقتصاد العالمي بيعمل تداعيات على أسعار النفط وكذلك بيعمل أزمة في العلاقة مع الجانب الصيني كما مع الجانب الروسي الهدف الثاني يلي هو مرجح الآن هي قطاع الصلب الألومنيوم والحديد المعادن داخل إيران لأنه الجانب الإسرائيلي بيعتبر أنه المعدن الحديد الصلب هو أساس الصناعة العسكرية الاستهداف الداخل الإيراني لحيقدي إلى رفع أسعار الطاقة داخل إيران وبالتالي تحرك شعبي وجماهيري اللي صار على عدة مراحل من ثورة خضراء إلى تحركات في الداخل الإيراني حتى الحراك الداخل اللي صار على موضوع المرأة وغيرها كلها هيدا كانت إرهاصات أو ليرز نسميها طبقات يتم البناء عليها لتحريك الأرضية الاجتماعية في عندك تحريك للأرضية الأمنية عبر مجموعات أمنية تشتعمل وفي عندك الاستهداف الخارجي يلي هو سيستهدف التمويل الأساسي للحرس الصوري الإيراني يلي هو جزء أساسي من الجمهورية الإسلامية في إيران وبالتالي من محور المقاومة نحن اليوم بس نحكي عن الجبهات الجانب الأمريكي أعطى ضمنات للإيراني إذا ما بيدرو حتى كان يوم الخميس منصة كطر ومنصة مسقط يعني سلطنة عمان أعطوا ضمنات مستعدين نوقف استهداف الحسيين نشيلهم عن لوائح الإرهاب الحرس الصوري نتعاطى معه نوقف العقوبات نتعاون نخفف نخفف ضغوط بدنا شغلي وحده ما تضربوا ما يردوا على الرد الإسرائيلي أصدك أو أنه ما ينفذوا العملية الجانب الإيراني كانت تخص قرار هذه واحد اثنان الآن نحن بهذه المرحلة لما عم تحكي عن أربع مستويات تم اعتراض الهجوم الإيراني يلي أنا كمان بعطيك معلومة هذا الهجوم الإيراني معظم الصواريخ ما كانت محملة لا بالمتفجرات يلي لازم تحملها كازاتون بالصواريخ الطويلة المدى الباليستية الصواريخ المجنحة يلي هي الكروز ما كانت محملة أصلا لتعمل الدمار كان الهدف توصل للهدف المسيارات يلي تستخدمت هذول الثلاثة المسيارات يلي استخدمت هي مسيارات شاهد 136 من اللي فيها ضفويات ويلي لا تحمل عبوات كاملة وتحمل بعض الأشياء بنسميها مثل الشهوبات يلي هدفها كل وحدة بتقدر تعمل يعني تعمل تعمية للكبة الحديدية للمجموعة الصاروخية ما الذي يجعل إيران إنه تبعث بأشي عم تقول من الستوكات موجودة عندها لحتى تعبر فوق المناطق العربية والبلدان العربية ولفتني شيء أنت حضرت ذكرته أنه من دون رؤوس متفجرة كانت تقلص صواريخ الصاروخ الذي سقط في الأردن سمعت أحد المحللين كان عم بيقول أنه هذا الصاروخ بعد فحصه تبين أنه لا يحمل رؤوس متفجرة أو يمكن غير مكتمل العناصر ليكون عن جد الصاروخ بمعنى الكلمة إذن هذه رسالة ما الهدف من هذا؟ الهدف أنه رسالة يعني الجانب الإيراني لا يريد التصعيد الجانب الإيراني رادة الأمريكي أنه طيب نحن ما بدنا نأخذ منطقة لحرب طبعاً وبيطلب روسي مقابل هذا الشيء وزير الدفاع الروسي قال إذا تم الرد لأنه المعتدي هو إسرائيل الجانب الإيراني حفظ كرامته حفظ كرامته بدون ما يعمل تدرج ودون ما يعمل إنهيار ليش؟ حتى اللي بس نوضح أنه هذه مش مسرحية يروحوا شوي في بعض المحللين الجهابزة نحن من بداية إذا بدك فتح المعركة يعني بسبعة تشرين مش الجانب فلسطيني فتح المعركة الجانب إسرائيلي أعلن يوم سبعة تشرين بعض الظهر أعلن أنه هذه عملية اسمها الصيوف الحديدية وختمها يعني لما سمى الجانب الإيراني العملية عمليات الوعد الصادق شو جاوب الجانب الإسرائيلي سميها الدرع الحديدية إذن بعدنا باللعبة الحديدية يعني بعد الأسلوب عسكري ومش سيف صيوف إذن عجبهات وكننا نقول من السابق هناك سبع جبهات فهيدي السابعة فتحة يعني للمرة الأولى عم بتشوف الجانب الإيراني ليش عم بقول فتحة؟ لأنه هايدي إذا بدك تبادل النيران متل ما عم نشوفه اليوم معركة بالنقطة على حدودنا الجنوبية اللي حنشوفه مع الجانب الإيراني بس بفترات متباعدة مش يعني في المرة القادمة ما لح تكون خلينا نسميها الحمول المتفجرة أكبر لح تكون والخدعة اللي استخدمت صار في عندهم تلات أشياء استخدموا وبعتقد الجانب الأمريكي وأنا اليوم كعندي مقال بحكي عن هيدا الموضوع نزل بأحدى الصحف اللبنانية عن سلاسية سميتها سلاسية بعلبك ليش بعلبك؟ عندك المسيرات عندك الدفاع الجوي وعندك الصواريخ الباليستية اللي هي مع منظومة آرو ومنظومة مقلع داود يلي هيدولي مقلع داود الكب الحديدية وآرو تلاتتون استخدموا للدفاع عن الأجواء الإسرائيلية بس قبلهم كنت عم بقول في أربع منظومات استخدموا للدفاع عن إسرائيل مقابل إيران واحد الكب الحديدية آرو ومقلع داود داخل الكيان كل واحدة بتتعاطى على طبقة الكب الحديدية الصواريخ المنحنية الواطية بعدين عنا آرو بعدين عنا مقلع داود يتعاطى مع الصواريخ الباليستية طيب كلنا شفنا الصور شفنا الصور فوق المسجد الأقصى الصور وصلت إذا وصلت المسيرات وشفنا الصواريخ كيف كانت عم تخترق إذا قاموا بخدعة وهذه الخدعة قدمهني أغبية بارح المقاومة في لبنان نفزتها بتعملك تعمية للكب الحديدية يعني لنظام الرادار بالمسيرات وبتيجي الصاروخ يلي هو إذا هيدا سرعته 220 كم المسيرة عم بيجي الصاروخ يلي سرعته تقارب عالية جدا يعني بثلاث أضعاف أوقات أو أكتر عم بيجي بالسرعة بتكون الكب الحديدية فضيت لو يرجعوا يزخروها بيكون الصاروخ وصلت وهذا سيناريو يوم القيامة اللي تحدث عنه الإسرائيلي واللي مثل ما عم تقول حزب الله عملية مركبة طب يعني حتى الإسرائيلي بغباءه استخدموه قبل بجمعة رجعت المقاومة استخدمتها اليوم بعملية نوعية ويلي مفكر معلش إذا بس أنا بس لوضح هادي النقطة المعركة ليش عم نسميها بالنقاط وهادي كتير مهمة لكتير ناس عم يطلعوا بيحكوا أصدقاء وما نحبهم وما نحترمهم إن كانوا معنا أو ضدنا نحنا نحترم الفكر الموضوع هو الحرب العالمية التالت اللي عم ينحكى فيها نحنا حطين باللواعي الجماعة تبعنا كلنا إنه هي لازم جيوش تتقدم ودبابات المعركة ليست شبيهة بالمعركة اللي عم نشوفها بأوكرانيا المعركة في الشرق الأوسط هي معركة ذكاء اصطناعي هي معركة تكنولوجيا هي معركة معلومات يعني المقاومة بلبنان عرفت باجتماع بنقطة معينة استخدمت إذا بدك التكتيك الخضعة لتعاطت مع التكنولوجيا الإسرائيلية بخضعتها تعاطت مع قوة العصف يعني لاستهداف هذا المبنى شو بده واستخدمت التكنولوجيا يلي هي تالت نقطة إذا عندها كان معلومات عندها خضعة يلي هي زكاء وفي عندها التكنولوجيا اللي هي القدرة العصف والتدمير عم تستخدم صواريخ الموجهة مع قدرة التدمير هي مش ضد الدبابات يعني مش للاختراق هي لتعمل عصف حرارة في الداخل وهيدا استفدنا منه أو المقاومة استفادت منه بعد المعركة بأوكرانيا إذن إذا بدك هون لتبسطها وخففها ما يجري في أوكرانيا وما يجري على في منطقتنا في غرب آسيا في شرق المتوسط معركة واحدة رح غوص معك بتفاصيل الجبهة الجنوبية وهذه الجرأة النارية التي استخدمها حزب الله والأدوات الجديدة التي تستخدمها في المعركة لكن إذا بد يفوت بتفاصيل أكثر عن الرد والرد الإيراني والرد الإسرائيلي المقابل اليوم عم نحكي عن أنت ذكر بأنه منشآت الصلب ومنشآت أيضا النفط هي المستهدفة لكن هل خرجك موضوع المنشآت النووية الإيرانية من بنك الأهداف الإسرائيلي لأنه عم نشوف مسؤول سابق بالموساد لقناة سكاينيوز استهداف المباقع النووية في إيران مطروع على الطاولة وأيضا مؤرخ عسكري معروف جدا في إسرائيل كان عم بيقول أنه بحسب تحليل صور الأقمار الصناعية وصل صاروخ إيراني إلى مبنى مفاعل ديمونة وصاروخين آخرين سقطوا في محيطه هل هذا يعني بأنه الرد النووي سيكون ضمن هذه اللائحة أم لا خليني أشرح بالبعد العسكري اللي صار قلنا كنت عم نشرح عن موضوع أربع منظومات دفاع جو استخدمت واحدة الإسرائيلية استخدمت من الأردن وتم إدارتها من النقب من القاعدة الأمريكية اللي موجودة بالنقب يلي وظيفتها التنصف ومتابعة إذا بدك حركة الصواريخ والطائرات بمنطقة من شمال إفريقيا وصولا إلى الخليج هايدي قاعدة عسكرية أمريكية موجودة وهيدي مربوطة بأستراليا ومربوطة بالولايات المتحدة ومربوطة بقاعدة أبروس هايدي هورفة العمليات يلي أدارت الدفاع بالأردن يلي هو درع صاروخي أمريكي مجهز سابقا كجزء من منظومة الحلف الأطلسي للدفاع الصاروخي لحماية المنشآت والإستمرارات بالخليج والإشي الأمريكي يلي هو على مستوى إذا بدك حرب النجوم أو مستوى يلي هي يلي كان فيه مفاوضات بإتحاد السوفييت وليات المتحدة إذن عم تحكي عن لفل كتير عالي استخدم بترجع بتحكي عن المنظومة يلي هي طبعا مجل التعاون الخليجي إماراته السعودية راداراتهم كلها استخدمت كجزء من عملية التتب وعملية الرصد وعملية متابعة الحراك اللي صار حتى في رادار داخل يعني السفراء أمريكية ببغداد كان هو يتعقب هذه الحركة طب إنت عم تجي تحكي هيدول تلات منظومات عم بتتابع توصل المنظومة الرابعة اللي هي بأبرس الوحدة التنصط والمتابعة المتقدمة للبريطانيين والأمريكيين ولي اللي موجود منا باللبنان كمان في موجود صار مجموعة أمريكية متقدمة موجودة باللبنان بأكتر من سبع نقاط متواجدة وأطلسية وعندها انتشار وكل شي وربطة مع أبرس نحن لبنان أبرس عم نحكي عن شو عن مركز أمريكي نعم أو عن منشأة أمريكية داخل لبنان تجسس تتبع تتبع رادارة وتدخل موجودين مربطين بأبرس إذن عم تحكي أنت بأربع منظومات كل منظومة في عندها معها طائرات دفع جوة في عندها رادارات أرضية تنصت وتشويش هؤلاء المراحل العسكرية وفي عندها واحدة تدخل لحماية المنشآة بس هذه قاعدة أمريكية عم تقول داخل لبنان موجود مكتمل لتعنص سبع نيقات داخل أراضي لبنانية مش بس أمريكية هي أطلسية بما أنه فتحت موضوع القواعد الأمريكية في المنطقة كان هناك تهديد إيراني واضح لأمريكي بشكل مباشر أنه أنت الراعي الرسمي اليوم لتلك الدولة الماريقة التي تسمى إسرائيل أي خطأ بهذا الموضوع أو أي خطأ في التقدير سنستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة أي حرب ممكن أن تدور اليوم في ظل هذا الرد والرد المقابل بين إيران وإسرائيل هل يمكن أن ينسحب على أمريكا؟ سينسحب بمجرد أنه وزير دفاع الروسي حتى ما قول أكتر من هيك نسمع بس اللي نحكى بالإعلام يعني معلومات المفتوحة المكشوفة الجانب الروسي قال إذا تم الاعتداء على إيران على إيران في اتفاقية تعاون عسكري ودفاع مشترك الجانب الروسي سيعتبر هذا الهجوم عليه وسيكون مشاركاً في الرد طيب أنا لحل لك أكتر الكدرة الصاروخية اللي استخدمت والتكتيك اللي استخدم كان بتنسيق مع الجانب الروسي عن نحكي عن المسايرات الإيرانية والصواريخ البلسطين لحل لك أكتر الجانب الروسي يلي كل مفكر أنه الحرس السوري الإيراني سينسحب من سوريا خلوني يسمعوه ويعرفوه هو يدعم مواقع 570 أو 572 نقطة بقلب سوريا 53 قاعدة للحرس السوري الإيراني داخل سوريا يتم تعزيزها والجانب الروسي نقل 8000 جندي إلى سوريا يعني الحديث عن أنه الروسي على الحياد هو حديث خاطئ وضعف خاطئ لأنه الولايات المتحدة تستخدم إسرائيل لتنفيذ أجندته في الشرق الأوسط وللضغط على الجانب الروسي والصيني بأوكرانيا وبتايوان يعني أي معركة مقبلة نحكي عن الشرق الأوسط سيكون الروسي مشارك فيها لحتى أعطيك الإشارة لهذا الكلام استمعنا وقتا حكى عن ضرب كان رئيس الكوريا الشمالية شو قال يجهز نفسه للتدخل إذن هو بيعتبر هذا الهجوم إذا تم على طهران هو هجوم يستهدف منظومة تواجه النفوذ لأطلس الأمريكي هو مش هجوم على إيران وبالتالي أنا عم بقل لك سوريا تضجوا سوريا تضجوا بالقوى العسكرية تضجوا ونقطة يلي هي بحمايمين وفي نقطتين تانين بألف سوريا ما لحظ كروان إيرانية روسية مشتركة مع سوريا تعمل وتنصك وجاهزين كوريا الشمالية أيضا ضليعة في هذا الحل كوريا الشمالية عندها محور مسؤولة عنه ونيكي عم نحكي بالحلف يلي ممكن يضغط على ما هي عم نرجع عم نعيد الموضوع موضوع تكنولوجيا زكاء وين الدول يلي هي بتصنع التكنولوجيا الإلكترونيات وغيرها ما حد كوريا واحد يلي بتصنع الطاقة هوا ويلي عم بتواجه على النفوذ الاقتصادي العالمي وين أوكرانيا بل بأوروبا هدول تلات نقاط هدول أساسيات اليوم الجانب الأمريكي جاك سوليفان مستشار لأم القوم الأمريكي خلال الأسبوع القادمة كأحد الرد على الجانب الإيراني شو لح يعملوا لح يفرضوا عقوبات على الحرس الثوري وعلى الممولين على قطاع الصلب يعني بلشوا يعدوا العدة يعني اليوم الشيطانة بلشت وهذه الشيطانة ستستمر طيب قبل الأسبوع الماضي حطوا عقوبات على قطاع الصلب الروسي يلي بيعتبروه ممول أساسي في هذا الصراع اليوم الرئيس الأمريكي عم يتحدث فرض آآ آآ ضريبة جمركية تصير ثلاث أضعاف على الصلب على الصناعة الصلب يعني الألومنيوم والصلب الصينة يعني عم نجمعهم يعني كنا عمقول أنا الصينة والصين عم تحكي ثلاث دول طيب من روح مجلس الأمن الصين وروسيا مش داعمين ومؤيدين ومشاركين في هذه المواجهة على المستوى الديبلوماسي وعلى المستوى العسكري مش أسرار في منظومة ونشلس شلس بالمستقبل لأنه حكينا عن مسيرات طبعا هذه المسيرات تكنولوجيا يعني في تعاون عليها دولة بس طبعا نحن نتشرف أنه بلبنان يدرينا نطور طائرات ومسيرات مش عيب نحن نحكي عن مصنع مسيرات نعم في مصنعين نعم يعني الذي تشتهر فيه إيران والتي تورد فيه الروسية أيضا موجود فيهنا نسميها مرصاد وفيهنا نسميها أبابيل مش مشكل بس منصنعهم برأيك النفوذ الأمريكي اليوم أمام هذا الحل فيه كمية يعني فيه كمية عنا فوق المئة وعشرين مسيرة بالشهر نقدر نصنعهم لازم نغوص فيه بالتفاصيل لأنه يحمل الكثير من الدلالات لكن اليوم هل تتوقع أن يتعرض النفوذ الأمريكي في المنطقة لهجوم أو القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة لهجوم نعم تحدث عن دول الخليج وفي لبنان وفي العراق وفي الأردن نعم مش كتير بعيد بأي يار كمية لهيك الأمريكي من المبارح عبينزل باتريوت عبينزل دفاع شوة على قواعده داخل سوريا ببعض الأماكن الأخرى بالأنبار نعم الاستهداف قادم وأنا أخشى أنه يكون لحيصير بغرب آسيا شبيه لما جرى بفييتنام مع الأمريكي بين مين ومين اللي ورت الأمريكي بفييتنام كان الفرنسي وبعتقد نفس الشي لحيصير بغرب آسيا يعني في شرق المتوسط يعني من الخليج من البصرة أنا سميتها خط البصرة حيفا تفتتحه إيران بهذه الهجمة على الكيان افتتح ما في شي يضمن أنه هذا الرد والرد المقابل اليوم يشعل الفتيل ويفجر المنطقة لأنه ذكرت أنه الاستراتيجية الإيرانية تغيرت من الصبر نحو الهجوم الاستراتيجي نعم وأيضا التعنط الإسرائيلي وأيضا الفكر الإسرائيلي والأمريكي سميته سيلوس بعلبك هذا السيلوس سيتم استخدامه في المرحلة القادمة يعني المسيرات الدفاع الجوي المفاجآت يعني أمتين ظهر الخطة الأولى صارت شوف استخدمت مسيرات كانت تطلع فوق الكيان وترجع من لبنان كانت تستهدف الكوب الحديدية والدفاع الجوي ونقاط التجسس كلهم كانوا يتمسخروا ويضحكوا إنه استخدام إنه استهداف بالقنصات أو بالصواليخ الموجهة عواميدي التنصط والتجسس والكاميرايات طبعا انت فتحت صغرات في النظام الجوي طبعا أنا صرت بشوف إنه كل هولي بيتمسخروا في مدلان منه يعمى أغبياء ونحن نتشكروا إنه أغبياء لأنه أحسن ما يكونوا عملاء عرفت كيف؟ فالغبة أفضل يخليه غبة بس ما يصير عميل بس هادي مش مشكلة هادي معركة بالنقاط مثل ما عم تسجل بالجبهة عم تسجل بالأسناء كل غبة بنتركوا غبة بس العميل يسجل كمان وجايه وقته تمام اليوم حرب المسيارات أو ثالوث بعلبك اللي قدرت تسميه مبارح جن جنون الإسرائيلي مش مبارح بس بالأسابيع الأخيرة أو بالأيام الأخيرة بلاشنا نشوف مبارح إيهود أولمرت عم بيقول جنودنا يتم استياضهم كالبط من قبل المسيارات عم نحكي عن بعض المسيارات التي يستخدمها حزب الله أو التي قد يحوز على حزب الله مثل أيوب مسيارة أبابيل مسيارة حسان ومسيارات مرصاد واحد واثنان ما لغز استخدام المسيارات في هذا الوقت تحديدا من عمر المعركة نحنا بقلنا نحنا بالمرحلة التانية نحنا عم بحكي عن مستوى المنطق المرحلة التانية يعني بعد السبتشوف على مستوى حزب الله نحنا دخلنا لمرحلة التالتة يعني هذا السبتشوف بدأ يستخدم بدخولنا لمرحلة التالتة شو هي المرحلة الأولى بقبعني كنت عم قول استخدام الصواريخ الموجهة القنصات استهداف النقاط التجسس والتنصف المرحلة التانية كانت استخدام قاهر استخدام بركان ولكاتيوشا المرحلة التالتة صارت المسيارات الأمكدادية وللمرة الأولى استخدام إذا بدك الدفاع الجوي وسقطت هرمز 450 وسقطت هرمز 900 وتأكد وفتح رادار خمس سوانة على الف خمسة وثلاثين دليل أنه عندك دفاع جوي عالي بيقدر يوصل للخمسة عشر كيلو بالجو هيدا إشارة عم نحكي نحن هلأ على مستويات يعني بعنا المستوى التالي التالت هو الصواريخ الباليستية حتى هيدا اللحظة نحنا ليش دخلنا فيه لأنه في لحظة ما سيتم استخدام الصواريخ الباليستية اللي هي فاتح 110 اللي هي زلزال إلى المناطق في العمق نعم وإذا هن نفكرين بالعمق لا يعرفوا ويرتاحوا حزب الله لن يستهدف إلا العسكر حزب الله لن يستهدف إلا القواعد العسكرية لا بل حزب الله سينهي وسيدمر قاعدة ميرون والقواعد في الجولان نصيحة تسحبوا لجولاني شلوه من الجولان وهي الفرقة العسكرية اللي حطيتوها مكشوفة بالنقطة المقاومة أنتوا ما بتعرفوا أنه مع التشكيلات ومع جدول الخدمة وأي ضابط عم بيشتغل ومين بيفوت ومين بيطلع هذا هو السؤال وهذا هو اللغز في معركة أو في حرب عرب العرامشة اللي تم استهداف مركز مستحدث وألف خط تحت مستحدث البيان لذي تجروح حزب الله قال المركز مستحدث نعلم أين كانوا وأين وجدوا حتى الإعلام الإسرائيلي ذكر ورتاب بأنه هذا المركز كان يتواجد فيه ضباط أو كان سيزوروا أو زاروا ضباط رفعوا المستوى في الجيش الإسرائيلي كيف يحصل الحزب الله على تلك المعلومات كيف يحصل أنا مني على الجبه هو حط بالفيديو حط أنه طائرة استطلاعية راح تكشفت قبل لا حتى يقول قداش إني أغبية حتى يقول قداش أغبية ما تاخد الإسرائيلي بالبروباجندا الإسرائيلي شاطر بالإعلام لو عم بذكرني بالصحاف عندما كان العلوج العلوج وكان الأمريكيين فاتوا على بغداد أنا شايف أنه جماعة على التلفزيون مش عارفين أنه في رجال على الجبهة بالجنوب رجال رجال لحلقنوكم وبتشوفه بعض ما شفته شيء أنا اللي في يقوله وأنا قلته هون عندك وبكذا محل أن المقاومة في لبنان ما تملكه عن الداخل الإسرائيلي وأنا هلأ ذكرتلك بتعرف أمتين بتم التبديل بتعرف جدول الخدمة بتعرف النقاط المستحدث ما هني لو أغبية ما هني أغبية خلون يؤروا البيانات استهدفت المقاومة تموضع لجنود العدو تموضع شو يعني كلمة تموضع لهم أربعة تشر المقاومة بتكتب تموضع شو يعني أنت كل ما بتحرك دبابة المقاومة بتغير عند الخريطة طب هدا بتشغل أنه شي يقول أنه هذا شي خرق سايبراني أو إلكتروني أو أم استخباراتي يعني بالجو ولا عبر العملاء ما شغل ما شغل ما فيه هدول المتعاونين مع المقاومة لأنه جواسيس العدو يستخدم جواسيس نحن نستخدم متعاونين لأنه هادي معركة التحرير فتحت بدي اعتذر منك يا عدو إسرائيل إيش اللي بفل اليوم بيضمت لأنه بيدبر حاله برا عم نحكي عن تغير الاستراتيجية الإيرانية واضح أنه لا رجعت عنها ونقول أنه اليوم تغيرت الجبل الجنوبي وتكسيك مستهدف بها لمطل ستعود لمطل ستعود كريات شمونة صارت من الماضي ممكن بعدين ينعمل المتحف للمقاومة فيها عم نحكي عن هذه المعركة أو هذه الأيام الأيام القادمة حتى حزيران ينتظروا هل برأيك اليوم جبهة الجنوبي التغير في التكتيك كفرشوبة مزارع شبعة وصولا إلى الجولان جبهة واحدة والقطاع الآخر قطاع صرنا قطاعين بس لتكون معك خبر يا عدو صدقني صدقني شو عم بقلك روح شوف كيف بدك ترقع على الوضع نتنياهو أخذك على الخراب آه بلق ذكرني في واحد أصله لبناني كوهان يا حرام يا حرام خلي يظل يكتب يعني بطولات كارتونية على السوشيال ميديا ساعة بيخبرنا عن حرب أهلية عرفت كيف يعني بيكشفوا حالهم كيف هالمصاد عم بيقتل في لبنان وبيركبها ساعة بالجانب السوري ساعة بالأدوات ساعة بأحداث كله شغل المصاد أي عملية قتل يتم توظيفة سياسياً باللبنان العدو الإسرائيلي وراها إلا باسكال سليمان يعني خرينا نستخدم باسكال سليمان حتى ما نظلم حتى ما نظلم الأجهزة الأخرى إن كانوا الشباك وأمان أو تشمبيت معلش وأنتوا والمصاد وكلكن عبعضكم كلكن عم تشتغلوا يمكن هلأ فيه أمان عم تشتغل أكتر لأنه الوضع عسكري وعندها شوية اختراقات عم بتجرب شوية تنسق فالرسالة كانت بعرب العرام شي منيحة لقلكم للأمان مش هيك ضباطكم هاو طبعا الاستطلاع اللي عم بيحددوا الأهداف للمسيرات واصلين يمكن فيه بيناتكم المخبرين اللي يفلوا قبل ممكن هن يكونوا خبروا ووصلت المسيرة انتبهوا عبعض خايفين عليهم لا انتبهوا عبعض مع بيصفوا بانت العشرة عبيد صغار انتبه رأيك مش المخبرين عندهم بيناتهم جوه معهم هذا تغير كيف تحصل على كيف تحصل على جدوى الخدمة اكيد مش بمسيرة ولا بالتنصط واذا هن مفاكرين انه هن بيقدروا يحطوا كمان على الخطوط الأرضية وعندهم شوية تكنولوجيا المكاومة كمان تشتغل تقدر توصل تتسمع وعندها 400 شخص بيشتغل تنصط عبرة اذا مفاكرين ما فيه فيه ما بارشو ديقلك يعني وصلت رسالة وصلتو بيسمعوا لانه بيترجموا ان اللقاءات هاي هاي بيحبونها بيحبونها هم مش مهم يترجموا هم يفهموا هم يفهم انه هادا ستكون مرحلة مكلفة عليكم من هلأ لحزيران وحتتفاجأوا لح تتفاجأوا بالتكنولوجيا المستخدمة بالذكاء الاصطناعي اللي انتم مفاكرين بس انتم بتملكوه وستتفاجأون بأشياء أخرى من الاسلحة التي ستستخدم اذكرت وانا بدي ركز على الكلمة معركة التحرير بدأت بدأت يعني معركة اليوم تتطلب دخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة دخول لقوة الردوان اليوم الموجودة بقوة الاحتياط هلأ استنزاف أردتوها معركة تتذكروا سنة سبعة وستين لتسعة وستين حرب الاستنزاف يمكن هاي دي هديك ما زبطت كتير بس هاي دي معركة هوية نح تعجبكم الجرأة النارية هذا المصطلح ركز على الإعلام الإسرائيلي والقيادات الإسرائيلية أنه هناك جرأة نارية اليوم بدأت يعتمدها حزب الله خصوصا بعد ادخاله أدوات جديدة في القتال مثل المسيرات أو أنواع جديدة من المسيرات التي لا تكشفوها الردارات واللي حدث مبارح بعرب العرامشي وقبله باستهداف القبة الحددية وتقامها أيضا في منطقة هلل قرب كرياتشمونة وكمان أيضا هذه العملية لا استهداف الكوماندوس بألعبوات الناس بكمين ما عرفش اسمه كمين أو كلهم بأسبوع واحد صاروا هذه تقولي بأنه هذه بداية اليوم هيدا نموذج عم بحكيك عن المرحلة التالت هيدا نموذج طبعا طبعا وهيدي أنا بس دائما ما بنا نذكر فيها نحنا مش بالحرب بعد لم ندخل الحرب بعد بعدنا بالمعركة هيدا معركة معركة إيه؟ إيه؟ إنها بالنقاط الحرب تصور إنه هيدا المشهد اللي شفته بأسبوع تشوفه بيوم والمقاومة عند الإدرة وغرف العمليات على كل كطاعات إذا هنه مفكرين واصلا هنه مش مفكرين شي معطرين مش عم بفهموا شي تصدقني عملوا إخلاق للمنطقة عربعة خمس كيلو هلا ما بقى يعني تجمعات مش عارفين شو بني يعملوا لبل أكتر فكروا إنه إنه إذا استادوا صموها الاستياد عا استراتيجية الإغتيال شو إذا اغطلت قائد ميداني ما أنتو نسيتو إنه أمين عام حزب الله سماحت السيد حسن نصر الله قال شو قال أخدتو عماد لدينا آلاف شو بك تاخد قد ما تاخد ما بتخلط دكتور عماد عم تقلي إنه لما كان للرجوع إلى الوراء اليوم هيدا العداد ماشي وعم بيكمل صحيح وكرت السبحة يمكن ما عد في مجال لضبط الأمور ولا حتى إنه وقف إطلاق النار في غزة ولبنان هذا النساء الموضوع إنه وقف إطلاق النار في غزة وقف إطلاق النار في لبنان وفصل الجبهتين الجانب الإسرائيلي بيقول وهذا جزء من التهديد بالتفاوض إذا لم تتم عملية تفاوض خلال الأسابيع القادمة هو سيتجه إلى الشمال يعني عم بيهدد يارت يارت هذي الأمور أو الرسائل وصلت إلى لبنان أو بات حزب الله في جوها موجود موجود بس ما نشوف يعني برجع بقول لبنان الرسمي ما فينا نحاسبه مش موجود نحن حكومة مستقيلة وسياسيين مستقيلين وقاضي غير موجودين ما عنا قاضي بلبنان في عنا مقاومة بلبنان في عنا شيء واحد بس بلبنان وبنرفع رأسنا فيه صنعة في لبنان حزب الله بس هاي متعصب لحزب الله بأكتر من أي طرف في لبناني آخر على غير عدتك بيرفع الرأس حزب الله بيرفع الرأس اللي عم نعمله صدقنا كنا بنتمنى الجيش اللبناني يعمله ويرات وأنا بتمنى تصير المعركة ولو ما نكون شهد مش مشكلة ونشوف الجيش اللبناني كمان عم بيسطر بطولات مثل معركة لمطلة ومعارك سابع أخذ الجيش اللبناني يعود الجيش اللبناني جيش المقاومة يمكن أطراف تقول بأنه طرف مسيحي يقول هذا الكلام عن حزب الله وعن الأمين العام لحزب الله يعتبر نوع ما غريب إذا ما بدي أقول كلام تاني أنه أنت اليوم هلأ في شو بدك باللي بيحكم تصفق لغير شخصة أنا أصفق للجيش أنا لبناني إذا كنت بالهوية أو بالولادة مسيحة بس أنا لبناني وأفتخر باللبنانيتي ولا أفتخر بديني لبنانيتي هي أهم من ديني واللي بيعرف شو عم بحكي بيعرف شو عم بحكي أنا لبنان تاريخ لبنان حضارة هؤلاء الشباب اللي عم بيستشهدوا اللبنانيين هدول هنه أسكياء هو تفكر نحن يعني انساعدتنا إيران وانساعدتنا روسية أو ساعدتنا الصين أو اشترينا من كوريا أو اشترينا من وين مكان مش الأهم اللي نمتشتري أهم الرجال اللي وقفين على الحدود أنت اليوم تسمع في أصف شوف تفرج صار في عمليتان مسير يعني مسيرات استهدفوا بعض السيارات شفت الناس اللي ركضت للطف ولتتعاون العالم المقاومة صدر يتبيان تطلب من الناس أن المسيرات ما زالت في الجو الرجاء لابتعاد تحكي عن هدول رجال الجنوب سيبقى متروكا أو للأسف بعدنا عم نحكي عن الجنوب عم نحكي أن الحرب في لبنان لأن الحرب الجنوب تطعى لا تتجزأ مي من هل ستبقى المعركة في الجنوب اللبناني أم ستكون حرب واسعة نحن أيام أمام أيام قتالية أمام أيام معركة كبرى وواسعات قد تطل كل الأراضي اللبنانية إن شاء الله تصير معركة وتتوسع ما حدا بيقول إن شاء الله تصير معركة أنا عم بيقول لك إن شاء الله وعم بصلي بيدعا وجه وبيطلب من ربنا تصير لنفرج إنه كلنا لبنانيون واحد سنشارك في هذا بس الأسعة في هذا الكلام من هو واقع اللبنانيون كلهم على كلمة سواء اليوم بالحرب ما بيأثر في ميديا في إعلام في غسل دماغ ما بيأثر انسيه الموضوع حزب الله هو لبناني والمقاومة هي لبنانية واللي عم بيدافع عن ضاعته يعني ما عليش ما عليش تعال لنبرمها لو رماش تتعرض لقصف لو القلاعة ومرجعيون تتعرض لقصف هيا علمة الشعب تعرضت لقصف أنا ما بدافع عنها بفل لا لا لايه العدو بدي أصفها لايه بدي يستهدف كنيسة لا يكسر له ايده فشر عرقته بكف صلب يسوع المسيح سيدنا يسوع المسيح هؤلاء ذاتهم بنغفير وغيرهم اتباعهم لسلمه يسوع المسيح فشر عرقتهم انتولين بهذه المعركة او معركة التحرير متى محاضرتها تسمى أيضا؟ لم تنتهي اليوم حتى شو؟ أنا باعتقد مفاوضات كلها هدفها تخفيف وعدم تفجيغ الوضع هذه المعركة مستمرة طويلة ويلي عم براهن على خليني سميها تسويات وتفاهمات وغيرها بقدر إله ممكن تهدى شوي بس مبطوقة يلي عم بيحكي عن السبعة عشر سفر واحد بس إلك ربط جبهة جنوب لبنان بالجولان وبالمعركة الكبرى نحن صرنا أبعد من السبعة عشر واحد بس الله يعينهم هالسياسيين بلبنان عايشين بالكومة وبعدهم عم بيفكروا أنه تعالوا لنبلش نحضر الانتخابات الستة وعشرين الكلاب الخمسة وعشرين ولاب الستة وعشرين مش ه يبقى حجر على حجر ولا هتكونوا أنتوا أصلا موجودين حجر على الحجر وين؟ عن تحكي كلام مؤلم ومؤسف جداً عن تقول أنه لبنان سيتدمر؟ مش لبنان ما إذا نحن قلتها سابقاً أردتوا أن يكون لبنان بالجحيم أردتوا أن يكون لبنان يعني مدمر اقتصادياً أنتوا ستكونوا مدمرين دمروا الاقتصاد بلبنان هذا الاقتصاد الإسرائيلي كل يوم عم بيتفعل الثمن بمواجهة واحدة مليار و350 مليون دلال دفع خردة بعطتت لهم إياهن إيران خردة حقهم 650 ألف دلال النتيجة اليوم يعني مثل ما بيقولوا بغزة اليوم ما النتيجة التي حصلنيها أو ما النتيجة التي حصلتها حماس بعد هذا الدماغ أو بعد للألفين وستة وعشرين شوف لألك شغل وأنا بيحكي معي لبنانية أين نتيجة اليوم سنحصل عليها؟ حبيبي بس أنا وضحها وبكلمة نهائية وما بيهمني هدول الجهابزة طبعاً بيقعدوا ورا الشاشة يسمعوني مظبوط ولا هول الشواب يسرقوا بيحكوا مش مهمين هول هول الترين ماشي الترين ماشي خضوة من هدان اللي بدوا يزبط وضعه وفي عنده واحد بس يحكي معه سماحة الأمير العام والباقي شو بدكم فيهون باقي ما لا بيقرر ولا بيقرر هو الرئيس فعلية لبنان؟ مش مهم لا الرئيس هو الرئيس رئيس كل لبنان بس مين معطر رئيس كل لبنان؟ لما تشوف لجنة الخمسية بتبرم تبرم تبرم متل هول بالسندوق العاشق بالختام فيه كلام اليوم يحكي عن الفريق القاتل داخل لبنان للموساد الإسرائيلي والذي تعمد انه يوصل رسالة لحزب الله انه انا وجدت هنا اليوم وهيدي بصماتي وانا ازرت البصمات رد حزب الله بالعرامسة يكفيكم هالهد بس فيه إسرائيليين قد خطير الموضوع إسرائيليين موجودين او فريق إسرائيلي دخل الأراضي اللبنانية رجع خرج من الأراضي اللبنانية من دون ما يعلم او ما عندوهما حتى يعرف حزب الله شوف لما تصير عمليات بلبنان خلينا نقول بكل بساطة أو بأوما كان بالعالم من يحاسب عمليا مين يحاسب المسؤولين الأمنيين فيك تحاسب حدا فيك تسأل حدا شو سؤال أنا مين بيحميني اليوم مشان هيكلتلك أنا بالنسبة لقالي الرجال هن اللي عم شوفهم عم بيقاتلوا مش اللي ما بيسمع صوتهم انت لما تصير عملية بجبل لبنان وين صارتها لاغتيال محمد سرور الشهيد محمد سرور ببيت ماري بجبل لبنان مش حد بلجنة المحكمة الدولية وين كانت هونيك بالمونتي فردي مش كانوا هونيك عم بيحققوا مع العالم بيسبها دلقون مش هونيك سرقوا واخدوا كل معلوماتنا من هو لمن اللي كان مساعدوا لداتلف ميلس مش مخابرات اسرائيلية وامريكية كانوا يعطيوهم مش معلومات هاليوم اللي عم يستخدمها العدول الاسرائيلي مش اخدوها بمحكمة الدولية قاوموا معهم روح وادفعوا كمان حقها ادفعنا مساري لا اعطيناهم معلوماتنا عظيم مش مشكلة ذكرنا هال مونتي فردي شو باكنت عاملو طيب اللي صار مع فاسكال الله يرحمه الشهيد كمان فاسكال سلامان بغض النظر اذا قوات لبنانية او وينما كان هو مواطن لبناني مين اخدو عصابة سرق السيارات سوريجي كمان تبينوا انه سوريجي ما لا فيك هيدا انت اليوم بدك خادمة تنظف ما بيهمك شو جنسيتا بك تنظف يعني عم بحكي بالتوظيح بالوظيفة اه عم بعطيك مثل وهو العصابات مثل هاي الوظيفة بدي كزا ادي بديك الادحق مأجورين نعم اللي كان يفجر لداعس وللنصرة خبير متفجرات كان ينتمي لأحدى التنظيمات الفلسطينية وكان يبيع بثلاثين الف وخمسين الف السيارة انفخخة وما بيعرف الجماعة بديقولوا على التليفون بيسلموا السيارة ها التحقيقات مش عم ما عم بكشوف سر وهول نفس الشي بدي كازا جب لي ايه اجيبوا فلذلك اللي بدي اقوله اذا هن مخترقين مفاكرين ما حدا بيعرف بيعرف ومش ضروري التحقيقات تعلن شو عم بتصير وشو نعرف يمكن لتوازنات او لأهداف اخرى نحنا معوضين هون باللبنان بتروح بتشوف هالسفرة بيبرمو واللي السياسيين اللبنانيين نعم تصير نشحد منهم نخبرهم قصص هذا اذا بدك هذا المشهد قريبا سيانقل ونحنا نعد العدة ونعرف ان العدو يجهز لضربة وفي بيروت بس يكون هناك مفاجأة كبرى لا ما بدي اختم حتى نعرف شو هي مفاجأة كبرى المفاجأة بالمعركة هو فكره انه عم بيجهزوا ثلاثة ايام من المعركة انه ما منقب راسنا لا نتفرج مين اللي حمشح هيقب راسه البحث في الشؤون الامنية دكتور عماد رزق اشكرك شزيل الشكر على وجهات لكم مشاهدي سبوت شوت هيكم يمكن وصلنا لخيتام هذه الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وقل اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر